اشتركوا في القناة 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 اضافة له زيت الفيتامين ا او كبسولات الفيتامين ا الفيتامين ه والاحتفاظ به في الثلاجة لمدة اسبوع وبعدها اصنعوا كمية جديدة ونفس الشي بالنسبة للتونر الثاني بعد الساعة من التخمر ابدأ في استعماله طبقيها للوجه النظيف سواء صباحا ومساء هذا بالنسبة للبشرة الحساسة سيعطيك نتيجة رائعة ننتقل الى التونر الموالي للبشرة الدهنية البشرة الدهنية البشرة الدهنية بما ان فيها الحبوب والبثور ومشاكل الدهون ضروري من تجفيف تلك الدهون نضع الماء الصافي نضيف له زيت شجرة شاي الاساسة عشر قطرات في اناء كبير اصنع به التونر وليس زيت عادي هذا زيت اساسي الويل اسوسيال يبع في الصيدليات وشبه الصيدليات القاتل للبكتيريا يزيل الدهون من الوجه يزيل البثور الحبوب بشكل البشرة الدهنية يعني يعالجها تماما اذا دومت عليه ايضا بعد تنظيف البشرة اغمسي قطنة فيه ومريريها على البشرة كلها وعلى الرقبة والتركه يجف عادي جدا وبعده استعملي وق الشمس اذا كنت خرجة من البيت هذا يمكن احتفاظ به حتى تنتهي الكمية في باب الثلاجة طبعا يعطيك نتيجة ممتازة ورائعة طبعا صاحبة البشرة الدهنية فقط ننتقل الان الى التونر الموالي لصاحبة البشرة الدهنية الارز الابيض العادي لنعمل به السلطات ونطبخوه ضيف له الماء المغلى جدا والتركه يتخمر يتخمر لمدة نصف ساعة وبعده ضعيه في قنينة بامكانكم يعني ان تضيف له زيت الفيتامين اي الى فيتامين او الفيتامين ها وتستخدموه على البشرة هذا رائع للبشرة الدهنية صاحبة البشرة الجافة اذا اردت استعماله اضيفه القليل من زيت اللوز الحلو وتستخدموه كتونر عادي تدهن به البشرة بعد تنظيفها تتركه مدة نصف ساعة وتمسحه بقطنة مبللة بماء دافي ثم ماء بارد وتقوم بالترطيب بعد ذلك التونر هذا اغسله يعني بعد نصف ساعة من استعماله لانه في الارز ننتقل الى التونر الموالي لصاحبة البشرة الدهنية عندنا قنينة الجزء السفلي ضعي فيه الماء العادي يعني من الحنفية الماء النقي او الماء المعدني والجزء الثاني ضيف له خل التفاح خل التفاح ثبتت فعالته في قتل البكتيريا وتجفيف الدهون من البشرة الدهنية طبعا التونر هذا للبشرة الدهنية فقط التي تعاني من الحبوب والبثور نمزج القنينة جيدا وهو صالح للاستعمال حتى تنتهي الكمية طبعا ومسحيه على الوجه صباحا ومساء البشرة الدهنية لديها حساسية لا تستعمله تستعمله تونر الارز افضل او تونر البابونج او تونر الشاي الاخضر نقبقيه على الوجه بعد التنظيف وتركه يجف عادي وارطي به بعد ذلك وضعي واقي شمس قبل الخروج ننتقل الان الى التونر الموالي للبشرة الدهنية وبشوري نصف حبة خيار استخلصي عصيرها هذا العصير بامكانك انك تضيفه لزيت الفيتامين اي الفيتامين او الفيتامين ه واحتفظي به في الثلاجة في قنينة طبعا لمدة اسبوع وبعدها اصنعي كمية جديدة كل يوم مسيحيه على الوجه بعد تنظيف البشرة طبعا او بعد وضع اي ماسك او مقشر ومسيحي به الوجه اتركيه نصف ساعة وازيليه بقطنة مبللة بماء دافي وكرري العملية بماء بارد وارطبي بعد ذلك وضعي واقي شمس قبل الخروج صاحبة البشرة الجافة اذا ارادت استعماله اضيف له زيت اللوز لحله ممتاز هذا لازم تغسله يعني بعد استعماله بنصف ساعة لا تتركه يجف عادي هذا الطونر ممتاز دوم عليه يوميا والكمية الصالحة الاستعمال لأسبوع في باب الثلاجة ننتقل الان الى طونر البشرة الجافة نحتاج الى الحليب الحليب العادي جدا المتواجد في كل بيت نضيف له العسل العسل الطبيعي النقي الصافي اذا كان متوفر عندك اذا كان غير متوفر عندك اضيفه الى الحليب زيت الفيتامين اي او كبسولات الفيتامين اي العسل ينقي البشرة حبيب للبشرة الجافة خصوصا اذا اخلطته بالحليب هذا طونر طبيعي يستعمل فورا مثلا لما تصنعيه ضعيه في قنينا خبيه في باب الثلاجة الصالح لثلاثة ايام فقط يوميا مسيحيه على الوجه بعد تنظيف البشرة او بعد وضع اي ماسك لكن التركيه بعد ذلك نسب ساعة يجف تماما واغسل الوجه بماء دافي ثم اكرر العملية بماء بارد ورطبيه بعد ذلك هذا الطونر يغسل بعد نسب ساعة ماء الورد يعتبر تونر رائع للبشرة الجافة واذا حبيت تصنعيه في البيت بمكونة طبيعية شوفي الطريقة الورود العادية مثلا الورد الجوري او الورد الزهري او اي لون من الورود وليس شرط الورد الاحمر ضعيه يغلي في يعني على الغاز لمدة دقائق قليلة ثم قومي بتصفيته تونر طبيعي للبشرة الجافة بإمكانك إضافة له الجليسيرين كبسولات الفيتامين اي لا فيتامين او او زيت الفيتامين اي لا فيتامين او وتستعمله كبخاخ بعد تنظيف البشرة يوميا صباحا ومساعا التونر ضروري تستعمله يوميا اذا حبيتوا بمواد طبيعية اللي عملتها اليوم في الفيديو او اشتروه مجاهز موجودة في محلات التجميل والصيدليات وكل واحدة تستعمل حاسب نوع بشرتها نترك لكم ارابط كيف تعرفين نوع بشرتك في صندوق الوصف اذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس وما تنسوش تابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديد لحظة نزولة شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام